وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي فأركان الإسلام خمسة أولها شهادة أن لا إله إلا الله والشهادة معناها الإقرار الجاز من الإنسان بأمر كأنه يشاهده ويبصره بعينيه ولذا قيل لها شهادة أن لا إله إلا الله وهذا يتضمن أمرين أولهما أمر علمي اعتقادي بأن يعتقد الإنسان أن العبادة حق خالص لله وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله وثانيهما عملي بأن لا يعبد إلا الله بأن يعبد الله وحده وأما الشهادة الثانية فشهادة أن محمد رسول الله كما قال تعالى محمد رسول الله وكما قال تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ومن مقتضى إثبات الرسالة له صلى الله عليه وسلم أن نصدقه في أخباره لأنه رسول الله ومن مقتضاها أن نطيعه في أوامره ونواهيه كما قال تعالى قل أطيع الله والرسول ومن مقتضى ذلك أن لا نعبد الله إلا بأمر جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مقتضى ذلك أن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدنا وأولادنا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر